72 قال اعلم ان العلوم تنقسم الى قسمين رسمي اكتسابي وارثي الهي هذا العلم لدني اللي يسميه ماذا؟ ارثي فالعلم الرسمي الاكتسابي يكون بالتعليم الانساني على التدريج مع النصبين وتعبين وسهر الليالي في النتيجة لو تصير عالم لو جنو لو ما تصير عالم اما والعلم الارثي الالهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج يعني قد يكون دفعيا مرة واحدا يعطيك علم الاولين والاخرين هذا الذي يصطلح عليه ان الانسان قد في ليلة واحدة يطوي مسافة ماذا؟ يطوي مسافة مئة سن بل نعم ممكن ممكن ولكن بهذا الطريق مو بذاك الطريق بهذا الطريق مع روحين وراحتين لأنه عبادة لأنه رياضة مع روحين وراحتين في مدة يسيرة وقعا مدة يسيرة جدا مدة يسيرة وكل واحد منهما يحصل بدون الآخر ممكن ان يكون عنده علم ارثي ولا علم حصولي وعنده علم اكتسابي ولا علم ارثي ويمكن ماذا؟ ان يجتمع يعني العلم ارثي واكتسابي ولكن الثاني اي الى اخره الاخوة يراجعون هذا البحث اعزائي ولذا ينقل قضية هو في جامع الاسرار مع الاسف الوقت ضيق بس اعتذر للاعزاء انه اشير الى هذه القضايا ينقل قضية هو انه وقع هناك السباق بين رسامي وفناني الهند والصين عند احد كبار ملوك وسلاطين هسا اما الهنود او الصينيين اسموا ما اتذكر هؤلاء قالوا ان رسمنا ادق من رسمكم رسوم يعني اللوحات الفنية اولئك قالوا لا ان رسمنا ادق ماذا؟ من رسومكم الملكم جاء بصالة كبيرة واعطى طرف هذه الصالة على اليمين الحائط قال انتوا ارسموا هنا واعطى للطرف الاخر قال ارسموا ماذا؟ ها؟ هنا ووضع بينهما الستار وضرب لهم مدة قال وبعد ذلك انا اأتي وارى هذه اللوحة ما رسمتموه انتم وما رسمه هاول احد الطرفين مولانا اشتغل بتعبيرنا بالرسم فبعد يخطوا ويرسموا على ماذا؟ على الجدى الطرف الاخر ما رسم ماذا فعل مولانا اجز سوى الجانب الاخر جعلها مرآة عاكسة ماذا؟ للصورة الموجودة في الطرف الاخر ولكنه بنحو صممت المرآة بالنحو الذي يستطيع الرائي ان يتصور ان هذه مرآة او لا يستطيع لا يستطيع التفتولي جيدا فعندما جاء يوم السباق مولانا رفعوا الستار فعندما نظر الملك الى هذا الجانب قال جميل ولكن عندما نظر الى الجانب الاخر وجده اجمل لماذا؟ لانه كان في مرآة وعليه لمعان وماذا؟ وتموج فكان يوحي انه اجمل من هذا فلهذا قال هذا اجمل من هذا هؤلاء كل ما نظروا وجدوا بانه نفس الرسم الذين هم رسموه وين موجود فاستغربوا انه كيف يمكن مع انه لم يطلع احدهما على الاخر كيف يمكن فبلغوهم هو يأخذ نتيجة يقول عليك ماذا؟ عليك بتصفية قلبك فينعكس كل ما في الملكوت فيه ماكو حاجة انه تروح تتعلم واقعا ماكو حاجة والدليل على ذلك ان النبي تعلم مولانا لو لم يتعلم لم يتعل اذا كيف صار اعلم الاولين والاخرين بل صار معلم الملائكة كيف؟ كيف؟ ها؟ بتلك العبادات في غار حراء الا ائمة تعلموا من احد؟ لا علمني باب ينفتح منه ماذا؟ الفباب هسا انا ذهني وذهنك وان يروح يا باب مولانا يا علم الحصول لا يا عزائي ما يمكن ان يكون علما حصولي اذا اعجي اعجي